من تابع مشاهدينا صباح اليوم الفقرة اللي هلأ رح أستقبل فيها ضيفنا الأسبوعي المحامي أشرف الموسوي طبعا موضوع كمان دقيق صارنا كل الأسبوع عم نسمع عنه القلق تزايد مع تقارير اسمعناها مبارح وفيه كتير من التناعض أكيد رح ناخد الحقيقة من ضيفنا اليوم أهلا وسهلا فيك ماتر صباح الخير سيد أشرف موضوعنا اليوم هو عن دولار الطلابي كتير حلوي أواشي الوصفة دولار الطلابي بالأنون يعني عم نسمع فيه طلاب علأنين بره من دون دولار أهلهم مش عارفين شو بدون يعملوا طلع طلعت هيدا 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 بابا عرفها قديش ما نحكي الأنون دي اسمه أنون إذا ما كان في عنده مجال للتنفيذ أصدق نعم طيب هالقانون قال إنه بدوا يسمح بإعطاء مبلغ معين اللي هو بعتقد عشر تلاف دولار لكل طالب خارج لبنان بس كمان حدد شروط لهالشي مضبوط صدر الأنون مباري حاولت مباري مضافة خامة الرئيس حمل الرقم 193 نعم هلأ في مجموعة شروط انت حققت انت حققت أكيد اللبناني الطالب اللي برا لعيش بالخارج لقبل العام الدراسي 2020 2021 ولورا يعني عنده بدوا يجيب إفادة سكان إفادة سكان يعني إفادة بعقد إيجار وبدوا يجيب إفادة بالأقصاط وإفادة بالتشجيد نعم طيب هوا تحققوا ما نقولونش سلم دياتكم بمجلس نور ولكن هيدا حل لجزء من المشكلة مش كل المحكم طيب أنا بدي أسأل فيه استثناءات طيب طلاب اللبنانيين بسوريا وبإيران طيب ما ما فينا نحولهم في بعض الدول الأوروبية كم ما فينا نحولهم لأنه في عقوبات الثاني طيب إذا واحد هونيك هلأ مسافر وعيش عند أهله أو عيش عند قريبينه طيب بجيب إفادة كيف بجيب إفادة عقد إيجار من مين طيب واحد هونيك قصته أكتر من عشر تلاف دولار شو بيعمل حيدا إذا البنك التزم إذا التزم بالمجل وبعد مرحناش على البنك نعم عم نحكي أنا على القنون 193 طيب في مجموعة يعني صياغ مش مش منطية أنا بقولي ممكن هلأ ممكن يتفاجأ أبعد رف إذا فيه حدا من النواب عم يكون عم يحضرنا إنه فينا نطعم بالدستوريت هيدا القنون عشر نواب يطعنوا فيه عدلوا ما عم نقول مش ممتاز منيح بس عدلوا عدل فيه إنه علموا ميرسي بدوا تعديل يعني هلأ فيه قول أنا أولادي وولاديك بكرة بس يتخرجوا بالترمينال أنا كيب أنا ابني ما بيستفيد منه لأنه بعد الواحدة وعشرين ما بيستفيدوا تلميذ يعني كأنه عم نقول لها تلميذ لتخرجوا المتفوقين أو الناس أنتوا ما فيكن سيفر أول شيء في ضغط لهم على جامعة لبنانية جامعات الخاصة كمين بديفرج دولار طبعا شو عملنا بعدنا بنفس السركل هيدا كله بخالف مقدمة الدستور لهم حق التعليم مش حق معكرس بالدستور الملكية الخاصة ما بدي المساواة بين المواطنين يعني هلأ في ناس تتعلم برقه في ناس ما بقى فيها تتعلم برقه أعطونا حل أعطونا أستاذ النواب يعطونا حل نعم طيب من هذا لا يعطونا أستاذ النواب إذا عم يسمعونه نروح على البنك أو إذا فكروا نروح على البنك ال�они فيه السجن Wo Bens شوة سجن للمسائق صحيح هو السجن للأموال هل بح تلتزم البنوك برأيك إذا ما التزمت؟ بعض البنوك أنا أكيد بح تلتزمها لابقول على الهواء في مصارف لبنانية ما حتلتزم يعني إذا واحد بك أدمن كلها البروستير وفي شرط واحد ناقص حيتخجج البنك وهذا البنك عنده قدرها يدفع عشتلاف دولار وحتى لو على دفعات أكيد لا كنا بعدنا قابل بشوي ماتر أنه أصلا حتى الليرة اللبنانية اليوم بلشت كمان إذا توقف الطبع رح تنفقد يعني كيف ده يدفع البنك أنا أصلا ما حاكي مصرف لبنان ما كان واضح أكلم 3000 دولار ما هيعطيه للتلميز طب إنه ليش عم توعدوا تلميز عشتلاف دولار هايدي اسمها وعود قانونية وعود قانونية بدي روح أكتب طب إذا البنك خالف أنا شوف فيه روح أمي شو الإجراءات القانونية بعمل ضد البنك وروح على القضاء ما هو أصلا حاجز مصرياته هو حاجز مصريات الناس وروح قاضي العجلة قضاء العجلة من روح مراحو استقنف وقفة القرارات يعني كيف عم تفتري البنك هكي البرمي كله البنك مستفيد والبنك مخالف والمصرف مخالف ما حيلتزم طب شو ما نعمل هلأ البنك هلأ ما حيلتزم المصارف اللبناني ما حتلتزم شو عنده حال للطالب اللي عيش بره بسحية شو عنده يجع يجع على لبنان يجع يجع على لبنان لأنه فرص العمل كتير موجودة متوفرة تبسي إجراءات قانونية مات الموسى وممكن يأخذها الشخص تبطلع قانون وصار اسمه قانون هو الآنونية تتسعين بها بكون صدر مبارح بالجريدة أو بكرة الخميسة لا نشوف على أول إجراءات المصارف نعطرين هالمصارف لا نشوف كيف هاتحرك ما بدي أزلمهم هنا يعني أنا ما لش أنا بين ظالم نعم ما بدي أزلموا بهذا الموضوع لحنا نطرون لا نشوف هيلتزموا بالآنون تصدر عن مجلس نويب أو لا لأنه في كثير قرارات ما عملتزموا فيها وفي أولين ما عملتزموا فيها لا عملتزموا بقانون أنا قد بدأت تسليف لا عملتزموا بقانون ولا قبل ما عملتزموا بشي صحيح اليوم الحكمة البلد إنها المصارف نعم المصارف أسمعني لا بدأ نكائب الناس أبدا ما حدا عم يسمعنا ماتر موسى بعض المصارف كانت عم بتقول عم تتحجز أنه هي بدأت التزم وبتعطي وعود مثل ما قلت يعني هذا أصعب شي ممكن ما بقى يقدر يتحمله الشعب اللبناني هي هالوعود الكاذبة والمقوننة يعني منشوفها بقانون واسمها وعود إنه هو عنده أموال بمصارف خارجية رح يتصرف فيها رح يحول ورجع حد وقال إنه من العشرين ألف طالب الموجودين خارج لبنان أكتر من قال عشرين عشرين هيك أكتر موجودين هو حتى حدد العشرين وقال إنه اللي بيستوفوا الشروط هني عشرة طيب العشر مقلين وعرف إنه هايدي كل الطلاب توفر فيها الشروط تبلغ الطلاب اللي بأوروبا كلهم حدا عملوا نحصاء حدا تواصل معهم لا لا عمل عايشينا هلأ ما عايشينا عنا بجزوبي صغير إنه نحنا حد تكون ونحنا البيت كونية بسنة مش حدنا مصارف اللبنانية مش حد الطلاب أنا بدأ استفيد موجودك ماتر تأسأل أهل الطلاب يمكن عم يسمعون الطالب الموجود بره في إجراء أنه يقدر هلأ هو يستبقوا ويوضعوا برك بينه بين المصرف اللي عنده برك بينه قبل ما جي قبل ما بدأ نشوف أهل الطلاب اليوم الزاوية من اليوم إذا عنده نحساب بالدولار أو لا صح إذا ما عنده حساب كمي ما بيطري تسارة بيروح لأول مشكلة عنده بد يروح يشوف إذا بيحولوا له على 1515 من اللبناني على الدولار عنده أول مشكلة مشكلة تانية بس يتأمنوا الشروط اللي من بره المستنى ده البنك حيلتزم أو لا صحيح خلا ما فيه عمل شي فيه ينطر نحن هددنا لهم مستقبلون ومصيرهم العام الدراسي 2020 و2021 يعني كأنه عم نقول ضب شانتك ورجع نعم يعني عن جد كل مرة منقول بركي فيه شي بارقة أمل هيك يا أنا بهذا الملفش كتير متفاعل منك متفاعل لا لا أبدا لأنه المصارف لك إما حيزي عمول الناس هنسائل على الطلاب بالخارج مش سائل على الطلاب بالخارج الناس مبسطة بسطل على الانون يعني بس قالوا فيه انون بس أنت اللي عم تسرحوا هلأ بموضوعية وبتحليل منطقي بيقول ما حتقدر المصارف إذا عدا الإرادة ما رأتقدر إذا أنا هلأ دعيت على المصارف إنه خالف الانون عد سنة سنتان بالمحاكم هيدا اللي قاعد برا التلميذ ما بيقبر يسبر طيب شو بعمل أنا بيجيبوا على لبنان بقطع له تيكت بجيبوا أعطيه فراش و بجيبوا أعطيه فراش و بجيبوا أعطيه صحيح هلأ يعني الحديث اللي كان بدنا نقول خلينا متفقلين شوي ننطر على المصارف يعني صارت كلمة صارت كلمة هيدا ماتر هيدا خلينا متفقلين ستعزبنا بلد عفراش المات بلد عفراش المات صحيح للأسف 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 أكيد رح نتابع معك هالموضوع بلك بالمرات المقبلة إذا مثلا بلش التنفيذ ما بلش أنا بوعدك أنه هابعسك أول بانك بيحول على بر أنا هكون ناطره وبدنا نتعلم له شكرا فعلا نتعلم له شكرا نكون قدوة لغيره إن شاء الله إن شاء الله نشوف جمعية المصارف هتلتزم أو لا بالنسبة لجمعية المصارف هيك سؤال أخير يعني عم عم بستفيد ما يكون لديك مصارف بالبعض أبدا خلصوا بالنسبة لجمعية المصارف وقانونية هالتعامل عم بيصير وقرارات وفتاوة بتطلع وترجع بتتغير تعميم إجراءات هالإجراءات يعني قدام القانون كيف نقدر نفسرها كيف نقدر نقول للناس مثلا هل بيقدر يحميون القانون هنا في مجموعة من الحراك المدني أنا مراهن عليهم محامين زملاء عملي شي ضد حاكم مصارف وبنان ضد المصارف ناطرين أن نتيجي وأنا بهذا الموضوع بهذا بارت أنا مراهن على القضاء لأنه إذا صار في شيء بالقضاء تطور بهذا الموضوع أكيد بينسحب على كل الناس ناطرين نحن نشوف القضاء وأنا مراهن عليهم بيقدر موضوع أنه الناس كلها بايت إيه بايت لها اليوم عندهم مصاري بالبنك وإذا مش بقلب البيت تلاتي قرر عندهم عندهم نحسابات مصرفية الناس كلها قاعدين ناطر لأن الناس بدي حكومي ولأن الناس بدي ما بدي شي بدي مصاري حتى اللي عنده معاش التقاعد اللي كان الطلب تعويض نحجز بالبنك هيدا لحجز تعويضه مش هيدا هيدا حتى تعويضه ليسفر ابنه على بر حتى يعلمه ما عم يخافوا من الله ما عم يخافوا من الله هالناس اللي طلعت على الطقات أو هالناس اللي جمعتهم جمعتهم لتسفر ولادة واللي باعت أرزائق لتسفر ولادة آخر شي اللي بتعلموش ولادهم هيدا لقعد سنتين وثلاثين بعد اللي هو سنة بر ومش قادر تحولينه مصاري هيدا السنة بتروح بعد في جامعة خاصة احنا بالقانون اذا كنا عنا هالأمل بالسلطة القضائية شو بيقدر الشخص الموضع بالبانك بأي مشكلة عم بيوجهها بيقدر يرفع دعوة شو هي المشكلة بيقدر يرفع دعوة ومسا عندك بالسندات اذا عنده سندات بالدولار هيدا مثلا ما عم بيقبل هي اكتر شهية بالدولار وفي حمليون ايداع حكيني هون من الصالون بيقدر يعمل ايداع عند كاتب العدل وبعد اذا رفض البانك بيجوا عندهم هلية عشر تيام يعمل دعوة اثبات ايداع وإذا البانك وافق بيعطيه اغلب المصارف هم تاخد هلأ كاش هاي واحدة من الكيس هاي ممكن المواطن يعملها هل عندي كمان بوالس التأمين إذا هم تدفعيها مثلا بوالس تأمين هلو تشوفوا شركات التأمين كيف تتعطى هين المصارف كلهم فيهم ما شاكل وكلهم فيه نطرح يعافيهم على القضاء بس القضاء اليوم مرهق مرهق بالدعوة بده وقت بده وقت حتى بدعوة إثبات الإيداع بعد ما فيه حكم ناخده اجتهاد ونعممه على كل على كل الأحكام ما بنقتر نعم شكرا الماتر أشرف موسى وضيفنا الأسبوعي يعني بعتقد على الأسبوع المقبلة كلها رح نظل نحكي عن المصاري والدولار والليرة ويعني هاي دي مشاكلنا شكرا لك أهلا وصهلا فيك